أعرب مجلس جماعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين عن تأييده للخطوات التي تتخذها مصر دفاعا عن أمنها قومي والذي هو جزء أساسي من الأمن القومي العربي وجاء ذلك في القرار الصادر عن اجتماع المجلس على مستوى المندوبين ودعا القرار مجلس الأمن لاتخاذ قرار يضمن امتثال إسرائيل لوقف إطلاق النار وبإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وحضر المجلس من العواقب الكارثية لتنفيذ التهديدات الإسرائيلية باكتياح وتدمير مدينة رفح الفلسطينية